السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم فيديو جديد حول كيفية تحويل ملف البي دي اف الى وورد كنا نعرف اكو عدة برامج تقدر تحول منعدها البي دي اف الى وورد ولكن مشكلة اذا كان البي دي اف باللغة العربية اذا كان لغتك انجليزي اي جهاز يقدر يحول لك من صيغة البي دي اف الى صيغة الورد ولكن اذا كان عندي ملف باللغة العربية سيصير على شكل خربشات وما يفهم فتابعوني حتى نحل هاي المشكلة مثل ما تلاحظون عندي هاي ملفات مثلا عندك هذا الملف البي دي اف تلاحظ هذا الملف البي دي اف باللغة العربية تلاحظ هنا كلها باللغة العربية هذا اذا حولته مباشرة الى وورد تلاحظه على شكل خربشة فخلاحظ نفتح صفحة ونذهب الى هذا الموقع لحترك رابط الموقع في اسفل الصفحة هذا الموقع تقدر تحول من اي صيغة الى اي صيغة اخرى تلاحظ هنا مثلا عندك سبلاي بي دي اف او كومبراس او بي دي اف تو وورد بي دي اف تو بوربوينت بي دي اف تو اكسل وورد تو بي دي اف بالعكس اكسل تو بي دي اف جي بي جي يعني صور الى بي دي اف وبالعكس ادت انواع من الى بي دي اف كذلك هيكسر القفض مع الى بي دي اف اذا كان مقفول سيفتحها او تريد تحميل بي دي اف معتك تقفضها فبروتكت بي دي اف هسه الان اشنه اللي هحول الان هذا الملف الى وورد احنا شغلنا شنو احنا نريدين نحوله الى وورد فندول على بي دي اف تو وورد هنا انا هذا الى بي دي اف تو وورد اضغط عليه يقول يسيلكت بي دي اف طبعا يسمح بسيلكت فايل واحد فقط نروح على الملفات اللي انا استخدمها تلاحظ مثلا هنا هذا الملف بعد ما حملته لحقوله كونفيرت وورد ننترض شوية حد ما يرفعه وبعده يقوم بعملية الضغط مالته وراحل لحقوله داونلود وورد نحن نجي نفتح مباشرة من هنا تلاحظ تلاحظ خربطة تلاحظون بالترتيبات هذا هو الملف الاصلي نفتح ملف الاصلي المقدمة أولا ثانيا ثالثة الرابعة خامسا تلاحظ هنا ما هو الحل إذا كان لديك لغة انجليزية تلاحظ 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 هذا هو الملف نفتح الضغط هنا تلاحظ 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 ملف البي دي اف اللي يحمل باللغة العربية إلى صور بعدها نفتح تلاحظ طب حاسي جوجل موقعك بجوجل كروم نحن نروح على جوجل درايف فتحنا جوجل درايف هاي المساحة اللي هي محددة إليك لكل موقع 15 جاقة مثل ما تلاحظون هنانا نجي نحمل الملف اللي فتحنا ضغط ماتة اللي يحوي على الصور فكليك ايمن تحميل مجلد وليس ملفات تحميل مجلد نروح على الموقع معلتنا تلاحظ هذا هو جي بي جي بوينتو هنانا حدده وحقول له ابلوت بصور عشرين سرعي ابلوت لاح يبدي تحميل الصور الى الموقع مع جوجل هاي ثاني نقطة اول نقطة حولنا الملف البي دي اف الى صور بس اخدام الموقع ثاني شي سحبنا او حملنا الصور رفعناهن بالفولدر ماتين كليتين الى موقعك بالجوجل المساحة الخاصة بك ننتظر عسى عملية الرفع تمت عملية الرفع في ندخل على الملف اللي سحبناه مثلا خلندخل على الثاني صفحة لحنقوله كليك ايمن بعد ما نقوله كليك ايمن لحنقوله فتح باستخدام مستندات جوجل كليك ايمن على الصفحة اللي سريدها وقوله فتح باستخدام مستندات جوجل ننتظر حتى تكون عملية الرفع والفتح تلاحظ هاي اول شي هاي الصورة اللي رفعناها وثاني شي هاي هي الكتابات تلاحظ باوع من اجي انا اريد مثلا السلسخة لاح اضللها ضللتها هاي اللي اريدها انا وكليك ايمن اسوي لنسخ اروح على ملف افتح ملف جديد بالورد لاح اقول لن لاسق كلها كتابة طبيعية ما بيها اي مشاكل ما بيها اي خربشة ما بيها اي تعقيد هذا اللي كان عندنا اليوم لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك ليصلك كل ما هو جديد وضغط على الاعجاب انا اعجب لك الفيديو اذا كان عندك اي سؤال او استفسد اكتب ليها جواب تحليقات وصرد حليب اقرب فرصة ممكنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته